وصلت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإرادات تكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والمنشآت التجارية حيث تم تفتيش أربعين محلا ومنشآت تجارية في مختلف محافظات مملكة البحرين نعم عزيزة هذه الحملات أسفرت عن رصد تسع وعشرين مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية التي قد تصل إلى عشرة آلاف دينار بحريني وفقا لقانون القيمة المضافة إلى جانب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات التهرب من القيمة المضافة والتي استوجبت غلق محلين اثنين تحفظيا وبناء عليه فإن الجهاز الوطني للإرادات بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشآت المخالفة وإحالت من يثبت ارتكابه لأحد جرائم التهرب من القيمة المضافة إلى الجهات المختصة لتحريك الدعوة الجنائية في مواجهته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر